موسيقى بهدف تعميم وتضمين النوع الاجتماعي في عملها بشكل منسجم ومتكامل اختتمت شركة جوال بالتعاون مع وزارة المرأة الفلسطينية ومركز المرأة للأبحاث والتدقيق عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي بعقد هذا المؤتمر الذي تم من خلاله إعلان نتائج هذا المسح أهمية هذا التدقيق تكمن في التأكيد على دور المرأة الإيجابي في نجاح شركة كبرى في فلسطين مثل شركة جوال نحن دعونا كإدارة دائما كان توفية سبل راحة لهذه المرأة أن تقوم بدورها بشكل كامل من غير أي محددات أو أمور تضايق عملها اليوم فقد أشار المسح إلى أن 22% من موظفي جوال هم من السيدات بالإضافة إلى أن جوال حرصت على خلق الأجواء المناسبة لموظفيها وبالأخص الإناث منهم مما خلق ثقافة مؤسساتية تحترم المرأة والمساواة بين الجنسين يعتبر هذا التدقيق مجرد أداة لتضمين وإدماج المساواة بين الجنسين من خلال تحديد الثغرات والفجوات الواجب تخطيها وتحديد الإيجابيات الواجب تعزيزها انتهاءا بخطة عمل تعمل على تدارك هذه الفجوات ومأسسة الإيجابيات وزيرة شؤون المرأة ربي حذيابة التي سلمت الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العاكر نتائج التدقيق أكدت أن الانتهاء من المسح والتدقيق في جوال سيكون مقدمة لإجرائه في جميع المؤسسات والشركات الفلسطينية نريد أن نتكامل ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص فهذا التكامل يأتي لأن هذه المؤسسات الثلاث هي التي تكون في النتيجة مكونات مجتمعنا الفلسطيني يأتي هذا التدقيق في إطار تكامل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وبناء دولة ديمقراطية يتمتع فيها كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بنفس الحقوق والواجبات خصوصا أن جوال تعتبر إحدى أهم الشركات العاملة في فلسطين تشير نتائج التدقيق أن شركة جوال تقدم نموذجا يمكن للشركات العامة والخاصة أن تحتذي به في مجال العدالة من منظور النوع الاجتماعي من داخل شركة جوال بمدينة رمالله حمز السلايمي تلفزيون وطن